ومشمعات شبحاك يعني قليلة لا تعقم أرض العراق أن تنجب أبناء بررة يمثلون نماذج تحتذا والسيدة عاليا محمد أمينة مكتبة البصرة المركزية واحدة من هذه النماذج اللامعة التي غيبها الموت قبل أيام في مطلع نيسان من عام 2003 ومع اقتحام القوات البريطانية المشاركة في غزو العراق مدينة البصرة اتخذت عاليا قرارها لتقوم بنقل أهم الكتب والمخطوطات بالتعاون مع موظفيها من المكتبة المركزية إلى منازلهم خشية أعمال النهب والتخريب التي تعرضت لها المؤسسات الحكومية يوم ذاك قبل الأحداث بعشر تيام تقريبا نقلنا الكتب المهمة بالمخزن وبالذات مخزن العربي كتب البصرة كتب النوادر المخطوطات والمصورة وعندنا الكتب المرجعية يعني نسميها أمهات الكتب وقسم من الكتب المهمة بالمخزن مثل المجلات القديمة عندنا الكتب الآداب القديمة يعني الكتب المهمة بالمخزن قدرنا نطلع هاي الكتب يعني كل البنات اللي ويانا نعيدهم بسيارات نقلوا نقل من المكتبة نقل من مؤلف الموظف العبر مطعم حمدان العصر نجي من مطعم حمدان بسيارات نقل الكتب من حمدان إلى بيوتنا بهذه الطريقة بحيث خزننا بيوتنا ولو بيوتنا يعني مثل ما تفعلني على قدنة بس اللي قدرنا نعني شناشنا تقريبا من 30 ألف كتاب بهالوقت هذا بس ما لحقنا نجينا ثاني يوم من المكتبة اللي قناها محتركه المبادرة التي قادتها السيدة عالية والحرص والشجاعة التي أبدتها مع زملائها في المكتبة للحفاظ على ما فيها من ثروة علمية وأدبية جعلها تتحول إلى قصة ملهمة للأطفال على يد الكاتبة لبريطانية جينت وينتر لتتحول لاحقا إلى مسرحية عرضت في العديد من المسارح العالمية يعني أكيد مرأة بصرية عراقية أصارت عالمية إلها حس وطني إلها بصمة إلها فتحادث معين قامت بحماية شيء معين أكيد يعني الناس تقتدي بيها وتفتخر بيها مدعاة فقر مدعاة يعني مباهات بصراحة الله يرحمهم وكما جرت العادة مع الكثير من المبدعين لا يكون تذكرهم إلا بعد أن يغيبهم الموت فلم تلقى الراحلة كثير اهتمام من السلطات الحكومية لكن قصة عالية مثلت صورة للدفاع عن المعرفة والثقافة واستحالة الفوضى والخراب التي يعيشها العراق